اشتركوا في القناة الحمد لله هذا على فتواكم طيب نبدأ أولا بالوضوء وهو الطهارة لأننا قلنا الطهارة الطهارة نوعان صغرى وكبرى نحن الآن في الوضوء الوضوء هو الصغرى ولا الكبرى هو الصغرى الوضوء يتعلق به فروض ويتعلق به واجب ويتعلق به سنن وشرط نبدأ أولا بفروض الوضوء فروض الوضوء ذكره الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هذه أربعة فروض وفي الآية ضمنا الفرضان الآخران وهم الترتيب والموالاة الإذن الفرض الأول فاغسلوا وجوهكم غسل الوجه والوجه ما هو الوجه ما تحصل به المواجهة ويدخل فيه من منابط شعر المعتاد تمام إلى من حدر من اللحياني حتى الإنسان الذي عنده لحية يجب أن يغسل ظاهرها ماشي ومن الأذن إلى الأذن عرضا هذا هو ضابط الوجه واضح طيب ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق ولا لا نعم يدخل فيه المضمضة والاستنشاق إذن هذا الفرض الأول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الثاني غسلوا اليدين قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق والمرافق داخل ويدخل في اليد في فروض الوضوء اليد من أطراف الأصابع إلى المرافق ومن الأخطاء الشائع بعض الناس في أول الوضوء يغسل يديه ثلاث مرات هذا الغسل في أول الوضوء ثلاث مرات حكمه إيش سنة من حيث الأصل فيه استثناء سيأتي طيب فإذا غسل يده ثلاث مرات في أول الوضوء ثم غسل وجهه وتمضمض واستنشاق ثم جاء يغسل يده هل لابد أن يغسل الكفين مرة أخرى نعم فرض من فروض الوضوء لا يسقط لا سهوا ولا عمدة فتغسل يدك من الأطراف إلى المرافق ماشي هذا هو غسل اليدين الثالث مسح الرأس ولا بد من تعميم جميع الرأس ومنه الأذنان الأذنان من الرأس ماشي الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين الكعب إيش هو بعض الناس يسموا الكعب يطلقون الكعب على العقب الكعب كل رجل فيها كعبان لما نقول غسل الرجلين إلى الكعبين الرجل الواحد فيها كم كعب فيها كعبان كعب عن اليمين وكعب عن الشمال إيش هو الكعب اللي هو المفصل الذي يربط القدم بالساق واضح فلا بد من غسل الرجلين إلى الكعبين الخامس ترتيب الفروض فين ترتيب الفروض في الآية الآية هل ذكر فيها الترتيب ولا ما ذكر ها فين في الآية الآية ذكرت الوضوء مرتبا لكن هل الواو تقتضي وجوب الترتيب ها طبعا خلاف بين اللغوين الأشهر عند اللغوين أن الواو لا تقتضي الترتيب بل قد يؤتى بالواو لمطلق الجمع يا سلام عليك ما شاء الله حسنت الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم بعدين إيش وأرجلكم معطوفة على رؤوسكم ولا معطوفة على وجوهكم على وجوهكم يعني اغسلوا أرجلكم العلماء يقولون إن الأصل أن تأتي بالمتعاطفات من جنس واحد مع بعضها يعني لو جئنا وقلنا دخل زيد وعمر وبكر وضربت خالدا وسعيد ندخلكم في النحو شوية بس ما خرج كذا على جنب دخل مين خليني دخل زيد بلاش نكثرهم مما دخل زيد وعمر ها دخل زيد وعمر وضربت خالدا وبكر بكر هذا انضرب ولا دخل اتفرج ها دخل لأنه لو انضرب كنا نقول وضربت ايش خالدا وبكرا لا بكر دخل طيب يا أخي مقتضى الفصاحة أن تقول دخل زيد وعمر وبكر وضربت خالدا صح ولا لا الا اذا كنت تقصد الترتيب اني انا اول شغلة انهم دخلوا انت تبغى تذكر تسلسل احداث القصة هما دخلوا بعدين ضربتوا وبعدين دخل بكر فهنا نقول الكلام فصيح على الافصح لكن اذا تركت هذا لغير فائدة لا يكون هو الافصح وان تركته لفائدة فهو فصيح ما في شكال طيب لما الله عز وجل لم يقل في كتابه اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين وامسحوا برؤوسكم صح ولا لا ادخل الرأس قال وامسحوا برؤوسكم ثم قال وارجلكم قالوا هذا يدل على على مراعاة ايش الترتيب كذلك من فروض الوضوء المولاء بالمناسبة الترتيب بين الفروض هذا فرض يعني تقديم اليد على مسح الرأس تقديم مسح الرأس على غسل الرجل هذا فرض لكن الترتيب بين اعضاء الفرض الواحد هل هي فرض لا سنة وستأتي يعني مثلا لو غسل يده اليسرى ثم اليمنى يصح الوضوء ولا ما يصح يصح وضوءه لان الترتيب هذا سنة وليس بفرض اذا نقول الترتيب بين الفروض السادس من الفروض هو المولاء وهو ان لا يفصل يعني يفصل بين اعضاء الوضوء بفاصل طويل حتى ينشف الذي قبله مثال ذلك توضأ تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم غسل يديه ثم جاءت مكالمة في الجوال او رسالة واتسأب راح يرد على الجوال اين نعم حياك الله اهلا ما شاء الله يا أفلانوش اخبارك وعلومك وراحوا جاءوا قصة طويلة وعليلة خلاص قفل اول ما قفل في الجوال طلع في الشاشة خمسة عشر دقيقة خلاص مكالمة رجع اخذ ماء ومسح رأسه واش رايكم صح ولا غلط غير صحيح لانه فوت الموالا فصل بين الاعضاء بفاصل طويل فلا يصح وضوه لان الموالاة فرض اذ هذه فروض الوضوء ننتقل الواجبات الوضوء ايش الفرق بين الفروض والواجبات هنا الفرق هنا بين الفروض الواجبات ان الفرض لا يسقط عمدا ولا سهوا ان الفرض لا يسقط عمدا ولا سهوا يعني لو ترك غسل الوجه وجاك بعد الصلاة قال والله انا توضيت وانسيت اغسل وجه كل اعضاء الوضوء الا غسل الوجه تقول وضوءك صحيح ولا باطل وضوءك غير صحيح تعيد الوضوء وصلاة طيب يا خناسي نقول الفرض لا يسقط حال النسيان وأما الواجب فإنه يسقط في حالة النسيان ماشي طيب بالنسبة للواجبات عندنا أولا التسمية وهو أن يقول بسم الله في أول الوضوء فإذا تركها سهوا صح وضوه وإذا يبغي توظف دورة المياه مكان قضاء الحاجة ما يقول بسم الله نقول يقول بسم الله قبل أن يدخل يقول بسم الله ويدخل يتوظف ماشي الثاني غسل الكفين ثلاثا في حالة خاصة وهو القائم من نوم الليل الناقض للوضوء واحد نايم بعد صلاة العشاء وقام يصلي الفجر وراح وتوضى نقول يجب وجوبا أن تغسل كفيك ثلاثا قبل الوضوء واضح لكن واحد ما أنام بس انتقض وضوه مثلا دخل دورة المياه وخرج وتوضى هل يجب عليه غسل الكفين ثلاثا أول الوضوء نقول يستحب ولا يجب واضح وهذا مقيم يد أيضا بنوم الليل دون نوم النهار لأن الحديث قال فإن حدكم لا يدري أين باتت علماء اللغة يقولون البيتوتة لا تكون في النهار النوم في النهار ما تقول بات تقول نام لكن لا تقول بات ماشي ننتقل بعد ذلك إلى سنن الوضوء ما هي سنن الوضوء ولا هذه الشروط الشروط نبدأ الشرط الأول من شروط الوضوء هو إيش هاي شيخ نعم شروط الوضوء النية صح النية من شروط الوضوء إيش اللي عندك في الكتاب الأول النية أنت عندكم الشروط ولا لا ها صهيب تجيب لي كتاب من وراء يلا جيب لي كتاب من براء هناك نسخة لي ونسخة ليك طيب نسخة لي ونسخة ليك من وراء هناك طيب الأول من شروط الوضوء إيش هو النية أحسنت فلو أن الإنسان توضأ الله يجزيك خير طيب لو أن الإنسان راح قايا من النوم ماشي وإيش سوه قام من النوم فتوجه إلى الوضوء لا ما راح للوضوء راح لدورة المياه أخذ المعجون وفرش أسنانه تمام ثم تمضمض ليس تمضمض عشان يغسل البقايا المعجون تمام ثم استنشق لينظف أنفه ثم بعد ذلك غسل وجهه قال والله لازم غسل وجهه يصير مضبوط وكذا ثم أذن الفجر قال بما أني بما أني غسلت مضمض استنشقت غسلت وجهي خلاص أكمل وضوء إيش رايكم يصلح ولا لا لا يصلح هذا ليش لأنه لم ينوي والنية لا بد أن تكون من أول العبادة الثاني من شروط الوضوء طهورية الماء وإباحته يعني إيش طهورية الماء وإباحته أن يكون الماء أن يكون الماء على قول الشيخ أبو زيد صوت واحد طاهر ولا طهور طهور حسنت وليس طاهرا وإباحته يعني لو توضأ لابد يكون الماء طهور الثاني إباحته خذ خذ نسخة خذ طيب إباحته يعني إيش أن يكون مباحا كيف يعني يكون الماء مباح هذا واحد وصل إلى المسجد وحصل دورات المياه خلصت الموية فيها والناس يصلون في المسجد ليش الحل شاف البقالة اللي جنب المسجد مفتوحة ما قفلها دخل وأخذ قرورة ماء ما حد شافه وخذها وتوضأ بها هذا ماء مباح ولا محرم هذا ماء محرم مسروق صح ولا لا فنقول لو توضأ به فوضوه غير صحيح ماشي الثالث من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق لو كان هناك مانع يمنع من وصول الماء إلى البشرة هل غسل اليد لا الرابع وهذا ينبه عليه النساء بالنسبة للمناكير مثلا بعض الأشياء تمنع وصول الماء إلى البشرة فلابد من إزالتها الرابع التمييز والعقل فلا يصح من المجنون ولا من الصبي غير المميز الخامس الإسلام فلا يصح من الكافر السادس إزالة الخارج من السبيل فلو أن الإنسان قضى حاجته ثم ذهب يتوضأ دون أن يستنجي أو يستجمر فالوضوء صحيح ولا غير صحيح غيره صحيح الاستنجاء والاستجمار شرط لصحة الوضوء إذا كان الوضوء بعد قضاء الحاجة ولا يفهم من كلامنا هذا يقول واحد كل مرة أتوضأ استنجي لا الاستنجاء هل هو متعلق بالوضوء ولا متعلق بخروج خارج خروج خارج فإذا خرج الخارج لا يصح أن تتوضأ إلا بعد الاستنجاء ماشي هذا ما يتعلق بالشروط خلنا نكمل السنن ونجيك طيب سنن الوضوء منها أولا السواك ومنها ترتيب الفرض الواحد يعني إيش ترتيب الفرض الواحد مثل ما قلنا أول اليدين أو اليدان حتى ما يزعل النحويين مننا حتى ما يزعل النحويون مننا يلا كمان هذه زعلناهم زيادة أقول اليدان اليمنى واليسرى لو بدأ باليسرى قبل اليمنى يصح الوضوء ألا لا يصح الوضوء لأن هذا فرض واحد فالترتيب فيه سن كذلك من سنن الوضوء تخليل الشعر الكثيف والأصابع والتخليل يأخذ خل ويحطه في أصابعه ولحيته صح كذا ها التخليل يعني من الخل ألا التخليل إيش هو أين نعم التخليل يعني إدخال الماء من خلالها ما شيء فتخليل الأصابع يتأكد أن الماء دخل من خلال الأصابع وتخليل اللحية يأخذ كف من ماء يخلي اللحية تخليل اللحية الكثيفة سنة أو الشعر الكثيف اللحية مثلا حتى لو عنده شارب كذا تخليل الشعر الكثيف سنة طيب إذا كان الشعر خفيفا ترى البشرة من ورائه مثل العوارض هذه فهل يجب إيصال الماء إلى البشرة نقول نعم يجب إيصال الماء إلى البشرة كذلك من سنن الوضوء التثليث والتثليث أن يغسل أعوضه ثلاث مرات أشوف بعض الشباب يضحك لما أنوي أقول نكتة حافظين الدرس الظاهر بعضهم ما شاء الله طيب التثليث أيها الأخوة الكرام هو غسل العضو ثلاث مرات والتثليث إنما يكون في الممسوحات ولا في المغسولات في المغسولات لا في الممسوحات مسح الرأس التثليث ولا مرة مرة واحدة يقبل ويدبر نعم لكنها مرة واحدة ماشي المسح على الخفين مرة واحدة ليس فيه تثليث خلينا نعطيكم هنا استطرات التثليث نقول إنه سنة بعض الكتب لو قرأت بعض الكتب في الأديان والفرق تلقاهم ينصون على أن التثليث كفر صح ولا لا خلافية المسألة ولا التثليث هنا يقولون سنة وفي بعض الكتب يقولون كفر يا لطيف من سنة إلى كفر ها التثليث شوف العلوم تختلف فيها الاصطلاحات اللفظ الواحد تجده في علم من العلوم بمعنى وفي علم آخر بمعنى آخر التثليث في كتب الفرق والأديان هذا كفر دعوة أن الله ثالث ثلاثة هذا كفر مخرج من الملة وأما التثليث في باب الوضو سنة من السنة وهو غسل العضوي ثلاث مرات وانتبه إلى هذه القضية بل قد تجد العلم الواحد تطلق اللفظة في باب ويراد بها معنى وفي باب يراد بها معنى آخر وسيأتي مثال على هذا إن شاء فانتبه إلى هذه القضية وبعض الناس إذا جاء يدرس من علم إلى علم ربما يفسر مصطلحات هذا العلم بالعلم السابق هذا غير صحيح انتبهوا لهذا ما شيء يخوان مثلا كتاب الوقف ما المراد بالوقف ما هو الوقف في علم التجويد الوقف شيء وفي علم الفقه الوقف في علم التجويد في باب اسم باب الوقف صح ولا لا باب الوقف والابتداء أليس كذلك هل هو المراد باب الوقف في زاد المستقنع لا معنى مختلف طيب من سنن الوضوء أيضا الذكر الوارد بعد الوضوء وهو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله والله ما اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ومن السنن أيضا غسل الكفين في أول الوضوء إلا للقائم من نوم ليل الناقض للوضوء فإن غسل الكفين في حقه واجب ثلاث مرات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر